في يناير سنة 1936 مات ملك بريطانيا جورج الخامس وتسلم الحكم من بعضه لابنه الأمير إدوارد اللي لقبه بقى إدوارد الثامن ملك المملكة المتحدة ودول الكومانويلس وإيرلندا والهند بس بعدها بكم شهر يقرر انه عاوز يتجاوز الست اللي بيحبها سيدة أمريكية اسمها والي السيمسون وهنا تحصل أزمة دستورية واضي السيمسون كانت مطلق وقانون في بريطانيا لا يسمح للملك انه يتزوج من سيدة مطلق وما بين سلطة الملك وحب حياته يقرر في شهر ديسمبر من نفس السنة انه يتنازل عن الحكم الأخوه الأمير ألبرت اللي أصبح لقبه الملك جورج السادس الملك جورج السادس كان عنده بنتين ريذابس ومارغريت قبل تنازل أخوه عن العرش كان ترتيب بنته الكبيرة اللي دبس الثالث في ورصة العرش بس محدش كان متخيل انها ممكن توصل للحكم في يوم من الأيام طبعا مفهوم لأن عمها كان شاب لسه حيتجاوز ويخلف وأكيد كان ولاده هيكونوا أولا بورصة العرش لكن لما أصبح الحاكم البريطاني الوحيد اللي يتنازل عن العرش بملء إيراته توصل بنت أخوه اللي دبس للعرش بعد أبوها وتبقى أكتر ملوك بريطانيا عمرا وأكثرهم جلوسا على العرش بعد وفاتها عن 96 سنة وحكم امتد ل70 سنة وهي دي حدودة النهاردة اللي دبس أليكزاندرا ماري اللي دبس على اسم أمامتها وماري على اسم جدتها اتوردت في لندن وزي بنات العائلات الملكية في زمنها اتعلمت تعليم خاص في البيت ومربية خاصة كانت بتحب جدا الخيول والكلاب وقال عنها أفراد من العيلة إنها كانت طفلة هادية وصلوكها مهزب بعد وصول أبوها الملك جورج السادس للعرش أصبحت إيراته هي وريسة العرش ولما قامت الحرب العالمية التانية ابتدت إيراته تظهر رسميا زي مثلا وهي عندها 14 سنة طلعت في أول بث إذاعي ديها وهي بتخاطب الأطفال اللي تم إجلاؤهم من المدن وقامت بأول ظهور على نيديها لوحدها وهي عندها 16 سنة لما زارت فرق المشاه في فترة الحرب اتعينت كملازم أول في الفرق الداعمة للمرأة وتدربت على القيادة والميكانيكا وترأت بعدها لقاءة فخري وشاركت بفعالية لغاية ما انتهت الحرب سنة 45 وهي صغيرة قبلت الأمير فيليب اللي أبوه وأمه كانوا بيحملوا لقب أمرا برضو ووقعت في حبه وبدأوا يبعثوا لبعض جوابات بس كان فيه اعتراضات كتير على الجوازة دي الأمير فيليب كان مولود خارج بريطانيا مع أنه مواطن بريطاني عادي وخدم في البحرية الملكية أثناء الحرب العالمية التانية إلا أن حكاية ولدته بتخارج دي كانت مشكلة كمان هو صحيح أمير وأهله أمرا لكنه على حد وصف بعد مستشار الملك جورج السادس أبو إليدبس أن الأمير فيليب أمير بلا وطن ولا مملكة وفوق كده ووضعه المالي مش قد كده لكن تتمسك إليدبس بفيليب وقبل الجواز يتنازل فيليب عن الألقاب الملكية اللي من ناحية أبوه من اليونان والدنمارك وأخذ لقب مونت باطن اللي يبقى لقب عيلة مونتور بريطانية وقبل الزفاف تم منح لقب صاحب السمو الملكي دوق إيدنبرا الزفاف إليدبس وفيليب كان بعد الحرب العالمية التانية الوقت اللي كانت لسه بريطانيا ما تعافتش تماما من أثار الحرب لدرجة أنه علشان إليدبس تجيب الخمية اللازمار فستان زفافها طلبت أسايم تموين وبسبب ظروف الحرب برضو ما قدرش فيليب يعزم إخواته البنات لأنهم كانوا متزوجين من نبلاء ألمان اللي هم علاقة بالنازيين حتى عمها اللي كان الملك إدوارد الثامن ما حضرش الفرح هو كمان لأن فيليب زوج إليدبس ما كانش أمير ملكي أولادهم المفروض ما كانوش يحصروا على أي ألقاب لكن قبل ما تنجب إليدبس ابنها الأول تشارلز بيبعت أبوها الملك بخطوات بيسمح فيها الأولادها باستخدام ألقاب الملكية وبعدها جيبوا أربع أطفال اللي هم تشارلز وآن وأندرو وإدوارد سنة 1952 الملك جورج السادس بيموت وأصبحت إليدبس ملكة بريطانيا وأبقت اسم أليدها وينسور زي ما هو الموضوع ده دايق الأمير فيليب لدرجة أنه قال أنه الراجل الوحيد في بريطانيا اللي ملوش الحق أنه يدي اسمه لأولاده بعدها فيليب وأولاده الزكور حملوا لقب وينسور مونت باتن الملكة إليدبس هي أكتر حاكمة سفرت في التاريخ كانت دايما في جوالات وبالذات لدول الكومانوالس وكمان هي أول ملكة حاكمة دستراليا ونيوزيراندا تزورهم وشاهد عحدها تحول كبير جدا في الإمبراطورية البريطانية وبالذات استقلال دول كتير كانت تحت سلطة بريطانيا الملكة إليدبس ما كانتش بتعبر كتير عن مشاعرها ونادرا جدا ما كانت بتعمل مقابلات وتعرضت للنقد كتير جدا خصوصا بعد وفاة أميرة ويلز الأميرة ديانة الفترة اللي الرأي العام وصل فيها لزروة الغضب لكن كل مرة كانت بتقدر ترجع الرأي العام لصفها من التمانينات بدأت تركيز على أولادها وأحفادها بشكل مبالغ فيه وحياتهم بقت تحت محط الأنظار بشكل دايم وده مستمر لحد النهاردة سنة 2021 زوج إليدبس الأمير فيلب مات عن 99 سنة ولم يتم تنظيم مراسم جنازة ليه بسبب الإجراءات الاحترازية الفيروس كورونا وهو قبل ما يموت وصى أنه يدفن مع زوجته إليدبس وبعدها بسنة وشوية كده تحصلوا الملك إليدبس تموت عن عمر 96 سنة عشان يتم دفنهم مع بعض زي ما عاشوا مع بعض لمدة 74 سنة ودي كانت قصة النهاردة ما تنسوش لو أعجبكم الفيديو تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة أشوفكم على خير الفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر